لو لسه ما قدمتش على قرد علشان مش لاقي ضامن يبقى روح دلوقتي لأي بنك من البنوك اللي هقولك عليهم لأنهم بيقدموا لك كروت بتوصل لملايين من غير ضامن وحتى كمان لو انت مش موظف يعني حاجة كده ولا في الأحلام لكن ايه تفاصيل الكروت دي؟ ومين البنوك اللي بتقدمها؟ وإيه هي الشروط والأوراق المطلوبة؟ كل دو أكتر هتعرفوه بس تابعوني لآخر الفيديو ناس كتير بدأت تلجأ للكروت الفترة الأخيرة سواب علشان يفقوا زنقيتهم ولا يعملوا مشروع يساعدهم في المعيشة لكن للأسف يتواجهوا مشكلة كبيرة وهي الضامن لأن مش أي حد دلوقتي يضمن شخص في أي قرد علشان كده في أكتر من بنك أعلن عن قروض بدون ضامن وأوله البنك الأهلي لكن ايه هي تفاصيل القرد ده؟ أنا هقولك البنك الأهلي أعلن عن القرد الشخصي بدون ضامن ودقمته بتوصل ل2.5 مليون جنيه على فترة سداد 10 سنين وبفايدة متناقصة سنوياً بتبدأ من 18.5% لكن كل ده بشروط أولها إن الحد الأدنى لدخلك يكون على الأقل لألف جنيه وما يقل السنك عن 21 سنة وعلى فكرة ده بيقدم نفس القرد ده لأصحاب المهن الحرة بحد أقصى مليون ونص جنيه واثنين مليون جنيه كمان مصري للأطباء وعلى مدة سنات بتوصل لسبع سنين مش بس كده ده بيقدم لك كمان تأمين على الحياة والعجز الكل مجاناً وعلشان تاخده لازم تقدم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط إنها تكون سرية ولازم تقدم خطاب من جهة العمل مكتوب فيها تاريخ التعيين والدخل الشهري وتقدم تعهد تاني من نفس الجهة بسداد الإست البنكي لحد انتهاء عملية السداد أما أصحاب المهن الحرة فلازم يكون من سنتين على الأقل من بدء نشاطهم التجاري لعملاء البنك الأهلي وتلات سنين لغير عملاء البنك كمان بنك مصر بيقدم لك القرد الشخصي بدون ضامن بقيمة مليون جنيه لعملاءه سواء للموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمعاشات وعلى فترة السداد بتوصل لعشر سنين بفايدة متناقصة سنوياً قيمتها 15.4% بس ده بشرط إن مرتبك ما يقلش عن ألف جنيه في حالة السداد بتحويل المرتب للبنك وما يقلش عن ألفين جنيه في حالة عدم تحويله كمان لازم سنك ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة للموظفين ولازم ما يزيدش عن 65 سنة لأصحاب المهن الحرة ولازم يكون الحد الأدنى لمدة عمل الموظف في وظيفته 3 شهور على الأقل كمان البنك التجاري الدولي بيتيح قرد شخصي بدون ضامن بقيمة تبدأ من 5000 جنيه لحد 3 مليون جنيه بفايدة 14% متناقصة سنوياً في حالة عدم تحويل المرتب للبنك وتستمر مدة القرد لـ 8 سنين لكن لازم تطبق بعض الشروط علشان تاخد القرد ده زي إن عمرك ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة لكن في حالة أصحاب المهن الحرة ما يزيدش عمرك عن 65 سنة وده غالباً شرط أساسي في معظم القرود ولازم مرتبك كمان ما يزيدش عن 2600 جنيه أحسن ميزة فيه إنه بيقدم لك تأمين على الحياة أحسن ميزة فيه إنه بيقدم لك تأمين على الحياة بيتحلك إمكانية تسداد القيمة المتبقية من القرد في حالة الوقت ودلوقتي بقى قلنا إيه أحسن قرد تقدم فيه اشتركوا في القناة